اشتركوا في القناة وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية إخوة الإيمان والإسلام كنا تكلمنا في دروس ماضية عن فريضة الحج العظيمة وإن شاء الله تعالى نتكلم اليوم عن زيارة خير الخلائق أجمعين سيدنا محمد حبيب الحق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ونتكلم أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى عن جواز التبرك والتوسل إخواني في هذه الأيام يبدأ مريد الحج بالسفر إلى تلك الديار المقدسة يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق نعم يتركون الأهل والولد ويتركون المال والبلد ويذهبون إلى خير البقاع لتأدية ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم غير مكترثين بالمتاعب والصعاب يذهبون ويطوفون حول الكعبة المشرفة زادها الله تبارك وتعالى شرفا ومهابة تتعلق القلوب وتنهمر الدموع شوقا وحبا عند رؤية البيت الحرام يسعون ملبين طالبين رضى الله سبحانه وتعالى وعلى أرض عرفات يقفون ويدعون المولى عز وجل بذل وانكسار وخوف وافتقار لله الملك الجبار أن يغفر الذنوب ويستر العيوب وأن يكفر الكبائر والصغائر سائلين الله تعالى الموجود بلا كيف ولا مكان أن يخرجهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وأن يغفر الله تبارك وتعالى لهم ذنوبهم فالحج المبرور معشر الإخوة والأخوات ليس له جزاء إلا الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام بشراكم حجاج بيت الله الحرام بحجكم وعمرتكم وبزيارة نبيكم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام بشراكم يا من تزورون قبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءت الأحاديث الدالة على عظيم أجر من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله تبارك وتعالى بهذه الزيارة وليس للشرع عليه اعتراض فيها وكان مسلما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي نعم أيها الأحباب عند حجرة خير البرايا تسكب الدموع شوقا لرسول الله وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أعتابها تقف الملوك أدبا عندها يتضرع المسلمون إلى الله متوسلين بنبيهم صلى الله عليه وسلم هناك ملاذ المذنبين التائبين الراجين عفو الله تبارك وتعالى إكراما لنبيهم صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه المبين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فهناك ملاذ المذنبين التائبين الراجين عفو الله تعالى إكراما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك يتوسل المتوسلون إلى الله أن يشفع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعهم على حوضه صلى الله عليه وسلم هناك عندما يتوسل المسلم بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يرى آلافا من الناس يسعون للتبرك بالحجرة الشريفة غير آبهين بالجفات النفات الذين يحرمون على المسلم الذي دفعه الشوق لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وللتبرك بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي اشتاق أن يلمس آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر فضل علم الدين الذي به يعرف الحلال والحرام ويتذكر الذي تعلم أحكام الحج والزيارة فضل الله سبحانه وتعالى عليه الذي سخر له من يعلمه علم الدين ولا سيما المشايخ الصادقين العارفين الموثوقين الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة لنشر العلم الديني الصحيح فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا خيرا ونفعنا بهم إنه على كل شيء قدير عباد الله على جواز التوسل والتبرك وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الصحابة والتابعون وكذلك كان الأمر بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيها الإخوة على جواز التوسل والتبرك وزيارة قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واليوم في كل بلاد المسلمين في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وفلسطين وأندنوسيا وباكستان وبنجلادش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا يوجد أهل السنة والجماعة الذين يستحبون التوسل والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يتوسلون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته وعلى هذا كان الصحابة الكرام ويتبركون بآثاره وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية موجودون في كل هذه البلاد أما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها أحمد بن تيمية الحراني بدعة التكفير تكفير زوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك وتكفير زوار القبور قبور الصالحين للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأصفياء الصالحين هذه الطائفة الضالة ليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع للبحر فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ أربعة عشر قرناً كانوا على ضلال وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال إن الناس فارقوا التوحيد منذ ست مائة سنة والعياذ بالله تعالى فانظروا إخوة الإيمان إلى هذه المقالة الشنيعة التي يكفرون بها أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها يكفرون العامة والعلماء لأنهم يتوسلون ويتبركون بآثار النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير المرسلين الذي قال في الحديث الذي رواه البزار حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم نعم إخوة الإيمان هذا حديث الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي ويا قائدي ويا قرة عيني يا خير خلق الله كلهم يا سيدي يا رسول الله يا من جعلك ربك وسيلة فعلى الرغم من المنشورات والكتيبات الملونة التي لونت أغلفتها وهي محشوة بالضلال والكفر والانحراب على الرغم من إنفاق عشرات الملايين من الدولارات التي ينفقها أصحاب الدعوات المشبوهة وعلى الرغم من المحاولات المكشوفة التي يقوم بها نفات التوسل ومحرم التبرك فنحن أبناء أمتك يا رسول الله ما زلنا نتبرك بآثارك ونتبرك بحجرتك وبقبرك يا أشرف الخلق يا سيدي يا قرة عيني يا رسول الله إهنأ أيها المسلم المؤيد فأنت على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وتعظم قدر جاه محمد عليه الصلاة والسلام وتمشي على منهاجه وتسأل الله تعالى شفاعة محمد والحشر تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام والجنة ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إهنأ وقد حللت في مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصليت في روضة مسجد محمد وزرت قبر محمد عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه وسمع صوتك ورد عليك السلام رد عليك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم بكيت في هوى محمد صلى الله عليه وسلم شوقا لحبيبك محمد وكم شممت من أعطار حجرة محمد وكم هنئت بأنس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأنس طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهواء مدينة محمد صلى الله عليه وسلم بركة أنت هنئت بهواء المدينة وبكل أثر من آثار محمد صلى الله عليه وسلم وصلت إليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويوفق حجاج بيته الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة كما يحب ويرضى ونسأله أن يتقبل منهم وأن يردهم إلينا سالمين غانمين وأن يرزقنا الحج والزيارة إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير والحمد لله أولا وآخرا فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر